السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي بمحضرتنا اليوم واستمرين في شابتر ناين هنتحدث اليوم ان شاء الله عن تيمبرتشار ديبندنس او كوليبريم كونسنس علاقة الدرجة الحرارة مع ثوابت الاتزان طبعا انا اتحدثت قبل هيك وقلت انه كوليبريم كونسنس بتختلف اختلاف درجات الحرارة فالمسألة الي كانت فيه اكسامبل ناين بوينت سيكس أعطانا درجة الحرارة بسوء ألف درجة مائوية ليش؟ لأنه هو بأثر على الإكليبريام كونستانت إذن عند درجات الحرارة المختلفة بيعطينا الإكليبريام كونستانت أيضا مختلفة إذن بنقول إذا كانت التيمبريتشار متغيرة إذا كانت التيمبريتشار متغيرة معنى ذلك أنه الإكليبريام أيضا حصير متغيرة لأنه الاثنين مرتبطين في بعض وحيعطيني سيكون في كميات مختلفة ما هو إذا الثابت الذي تنزال اختلف معنى كل من الكميات المتفاعلة والكميات الناتجة ستكون مختلفة Does the value of any equilibrium constant increases or decrease إما بزيد the equilibrium constant أو بتقيل the equilibrium constant وهذا بيعتمد على نوع التفاعل إذا كان نوع التفاعل إكسothermic أو endothermic reaction إذن بنقول إنه الvalue of any equilibrium constant إما increase or decrease معتمدة على إنه هذا التفاعل إما يكون إكسothermic reaction أو يكون endothermic reaction إذا كان التفاعل إكسothermic reaction الforward reaction التفاعل في الاتجاه الطردي إنه نوقد أي تفاعل في الاتجاه الطردي وبشرط إنه يكون هذا التفاعل إكسothermic الإكوليبريم constant بتقيل الإكوليبريم constant بتقيل بزيادة temperature الإكوليبريم constant بتقيل بزيادة temperature إذا كان التفاعل برضو فورورد لكنه إندوثيرميك ماس لقي الحرارة الإكوليبريم constant بزيادة درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة إذن البحدد زيادة إكوليبريم constant أو نقصانه في التفاعل الكيميائي هو طبيعة هذا التفاعل إما يكون إكسothermic أو إندوثيرميك إذن إذا كان التفاعل الإفتجاه الطردي إكسothermic زيادة درجة الحرارة حتى أدي إلى إدكريز في الإكوليبريم constant أما التفاعل اللي هو في الإتجاه الطردي لو كان إندوثيرميك ولو زودت إنت درجة الحرارة حزيز الإكوليبريم constant الإكوليبريم constant values and reaction completings يعني إيش علاقة الإكوليبريم constant أو قيمة الإكوليبريم constant مع اللي هو إتمام التفاعل طيب عشان نفهم هذا الكلام هننتقل إلى التابل 9.2 ونشوف الكلام هذا لكن قبل ما نتكلم نشوف إيش معنى إكوليبريم position ما هو الإكوليبريم position اللي هو نقطة أو موضع الاتزان يعني موضع الاتزان قد يختلف باختلاف اللي هو درجة الحرارة موضع الاتزان يختلف باختلاف درجة الحرارة طيب موضع الاتزان هو عبارة عن مؤشر نوعي ل الكميات النسبية من المتفاعلات والنواتج الموجودة في هذا التفاعل الكيميائي الموجود في حالة إيكوليبريم إذن هذا مؤشر نوعي إلى الكميات النسبية للمتفاعلات والنواتج الموجودة في التفاعل الكيميائي اللي وصل إلى حالة الاتزان إحنا هنستخدم مصطلحات هنقول far to right يعني أقصى اليمين وحنستخدم the right إلى اليمين وneither to the right nor to the left لا هو إلى اليمين ولا هو إلى اليسر neither to the right nor to the left أو حنستخدم مصطلحات أخرى يعني إلى اليسر وحنستخدم مصطلحات أخرى أقول far to the left في أقصى اليسار في أقصى اليسار ونفس المصطلحة الآن حنشوف الكلام هذا في هذا التابل 9.2 إذا كانت very large 10 to power 30 يعني 10 قص 30 يعني كمية كبيرة جدا very large relative amounts of reactants and products قديش هتكون كلها هتكون كلها هتكون كلها هتكون في تعطي نواتج كلها هتعطي نواتج يعني كل المتفاعلات هتحول إلى نواتج إذن التفاعل إذن التفاعل of equilibrium position البوزيشن بتاعنا هيكون equilibrium position هيكون when far to the right يعني في أقصى اليمين بمعنى كل المتفاعلات هتتحول إلى نواتج أقصى اليمين أقصى اليمين اللي هي المتفاعلات طبعا large لو كانت الكمية كل equilibrium large 10 10 10 معظم الproducts more products هتتحول أكبر من الرياكتنس يعني الأكثر هيكون كمية البرودكس أكثر من كمية الرياكتنس هذا هسمي to the right يعني الاتجاه لليمين بس بش أقصى اليمين لأنه بش كل المواد بش كل المادة المتفاعلة هتتحول إلى نواتج لكن أكثر المادة المتفاعلة هتتحول إلى النواتج نير لي يونيتي بتوين 10 to power 3 to 10 to power minus 3 يعني القيمة equilibrium ما بين 10 أو 3 و10 أو 3 هنا هيكون significant amount of both reactants and the products يعني هيكون الكميتين تقريبا يعني زي بعض والاتجاه تقريبا الوزيشن نايدر لا هو إلى اليمين ولا هو إلى اليسار نايدر to the left nor to the right لا هو على اليمين ولا هو إلى اليسار طيب لو كانت الكمية بسيطة الكي equilibrium 10 to power minus 10 معنا هنتوقع أنه الرياكتنس هتكون أكبر من البرودكتس الرياكتنس هتكون أكبر من البرودكتس والتفاعل هيرجع في الاتجاه المعاكز to the left يعني هيعطي الكمية أكبر من المتفاعلات أكبر من النواتج لو كانت very small 10 to power minus 30 essentially all reactants وال position تفاعل هيكون far to the right نفت هو هو في أقصى اليسار وكأنه ما في أي كمية من المتفاعلات تفاعلت عشان تعطي البرودكت طبعا احنا منور نزل ال position والتفاعل الطرد والتفاعل عكسي حسب كمية اللي هو هذا التفاعل فمثلا CO2 plus H2O التفاعل في الاتجاه الطردي حيكون أكبر منه التفاعل في الاتجاه العكسي إذن هنا أعطيناه سهم طويل وهنا أعطيناه سهم قصير السهم الطويل يدل على أن الكمية التفاعل الطردي الforward reaction more than the backward reaction في هذا التفاعل العكسي إذن indicates that the equilibrium position lies to the right lies to the right أي في اتجاه النواتج ارتنج equilibrium conditions لشتلي principles اللي هي مبدأ لشتلي هذا العالم هذا العالم وضع قواعد لعملية shift of equilibrium constant to the right or to the left يعني بيّن كيف ممكن لو أثرنا بمؤثر ما على تفاعل في حالة اتزان على تفاعل كمياء طبعا في حالة اتزان فإن هذا التفاعل يصير في الاتجاه الذي يقاوم فيه فعل هذا المؤثر هذه هي قاعدة الاشتري إذن الاشتري principles بقول state that if stress stress يعني أثرنا بمؤثر يعني غيرنا conditions من معنى غيرنا درجة الحرارة غيرنا temperature إلى آخره is applied to a system in equilibrium أثرنا على التفاعل على نظام في حالة اتزان the system will readjust هذا النظام سيعيد إعادة سيعمل إعادة وترتيب نفسه من جديد يعني change the equilibrium position هيغير position بتاعته تاعت الكريم constant in the direction that best reduces the stress حتى يختزل تأثير القوة المؤثرة عليه في هذا النظام إذن إحنا بنقول إنه تعريفنا إذا أثرنا بمؤثر ما stress على تفاعل كميائي في حالة اتزان فإن هذا التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقاوم فيه فعل هذا المؤثر المؤثرات عليه يوجد four types of change effect equilibrium position الفور هذول اللي إحنا هنشوف 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 الثاني temperature changes الثالث لبروشر changes الرابع اللي هو addition of catalyst زيادة أو إضافة catalyst إذن هذول الأربع الأربع factors which affect equilibrium constant بتأثر على equilibrium constant concentration temperature pressure and addition of catalyst the first one concentration changes concentration changes لو أخذنا تفاعل في حالة اتزان في حالة اتزان يعني مثلا هذا التفاعل N2 gas طبعا التفاعل كلها غازية والنوادج غازية لو أثرنا بمؤثر على هذا التفاعل في حالة اتزان N2 gas plus 3 H2 gas يعطيني طبعا في حالة اتزان 2 NH3 gas هذا التفاعل في حالة اتزان الآن إحنا لو أثرنا عليه بمؤثر ما معناه أنه الاتزان هاته هيتغير يعني أنت هتغير الاتزان الكيميائي هيتغير على الاتزان الكيميائي إيش مؤثر مثلا مثلا distress هذا اللي هو المؤثر إنه زودنا H2 زودنا H2 هاي زودنا H2 هان H2 لما زودناها معناها زاد كمية الهيدروجين معناها اختل الاتزان اللي هان هيختل مدام زودت أي واحد من هذول سواء في النواتج أو في المتفاعلات هيختل الاتزان الكيميائي إذن هيعمل read just يعني هيعمل إعادة ترتيب من جديد لنقطة اتزان جديدة أخرى إذن الاتزان هيصير في هذا الاتجاه بنسمي write الاتجاه في هذا الاتجاه forward اسمه write بمعنى يعطي نواتج products الاتجاه الآخر في هذا الاتجاه بنسمي lift أي بمعنى إنه هيعطي reactance طب تتوقع إنه هنا يعطيني products ولا يعطيني reactance طبعا الشيء الطبيعي والمنطقة اللوجيكل بقول إنه لو أنا هذا المؤثر أضفته على الزيادة من الهيدروجين إذن الآن أنا بدأ أتخلص من كمية الزيادة من الهيدروجين إذن هذا الزيادة من الهيدروجين معناها هتتفاعل مع كمية أخرى من الهيدروجين هيعطيني اللي هو الأمونيا معنا ذلك إنه التفاعل هيصير في الاتجاه الطردي أي في اتجاه تكوين ال البرودكس عشان هيك هنا بقول لك ديكريز النيتروجين بقل وهنا بديكريز أيضا بقل لأنه اللي تفعله مع بعض وهذا الكمية كمية النواتج زادت هذا الكلام ممكن اللحظه في الشكل فقر 9.12 هذا الآن نفس المثال اللي أخدنا لكن بدنا نمثله بأعمدة افترض أنه التفاعل الارجينال اكوليبرام كونسنط اللي هو ثابت الاتزان الأساسي هو كان عبارة عن 5.0 من النيتروجين تفاعله مع 7.0 من الهيدروجين أعطوني 5.0 من النيتروجين الآن أنا زودت النيتروجين زي ما احنا خدنا قبل شوي زودنا الهيدروجين لما أنا زودت الهيدروجين الآن لما زودنا الهيدروجين بمقدار 3.0 إذن معنى ذلك أنه الزيادة في الهيدروجين تتفاعل مع كمية من النيتروجين الموجودة وحطعطيني اللي هو الأمونيا NH3 حطعطيني الأمونيا NH3 هذا خلينا نصل إلى نقطة مهمة جدا أنه أنه كمية من الهيدروجين هنا تفاعلت مع جزء من النيتروجين وأعطاني كمية أكبر من NH3 إذن هاي قلت كمية النيتروجين وقلت شوي أيضا كمية الهيدروجين وزادت كمية الأمونيا يعني هنا كان خمسة صار أربعة وأربعة من عشرة هنا كان عشرة صار ثمانية وثلاثة من عشرة هذه المتفاعلات النواتج اللي كانت خمسة صارت ستة واحد من عشرة أيضا التفاعلات هذه نفس العملية consider again the reaction between N2 and H2 to form NH3 to form NH3 طيب لو أنا قلتك مثلا قللت كمية NH3 في التفاعل يعني روح تسحبت كمية NH3 من التفاعل التفاعل حيصير في أي اتجاه اختل الاتزان لهذه الكمية قلت إذن معنا ذلك مزيد من المتفاعلات أو الرياكتنس حتتفاعل مع بعض وتعوض من كمية الأمونيا اللي فقدت أو صحبت حتعوض كمية إذن التفاعل حيصير reaction tower to the right tower to the right هذا الكلام بحصل في الهيوم من باضي الهيوم من باضي موجود في جلوكوز in blood الآن لما أنت بتشتغل شغل strenuous exercise شغل أو hard work هذا بسبب أنك تسهلك كمية كبيرة من الجلوكوز إذن الجلوكوز level H بصير عندك بصير دي كريز في الدم لما نصير دي كريز معنى أنه اختل الاتزان يجي جزء من جلوكوز اللي هو عبارة عن لجلايكوجين حيروح يتفقق مرة ثانية وتحول إلى جلوكوز في الدم عشان يعيد نقطة الاتزان من جديد عشان يعيد نقطة الاتزان من جديد ونفس الشيء لو أنت مثلا يعني أكلت أكل في جلوكوز عالي وزاد عن حاجة الجسم بيتخزن هذا طبعا بيختل الاتزان هنا وبيزيد كمية الجلوكوز موجودة في الدم إذن الجلوكوز هذا حيتحول مباشرة إلى جلايكوجين عشان يرجع الاتزان من جديد وهو كمية الاتزان ما بين الجلوكوز في البلد وما بين جلوكوز التغير في درجة الحرارة نشوف إيش التغير في درجة الحرارة ماذا سيؤثر طبعا احنا قلنا أنه التغير في درجة الحرارة بيؤثر على الاتزان على الإكليبرام كونستان بيؤثر على الإكليبرام كونستان لكن لازم نعرف أنه هل هذا التفاعل هو تفاعل إكسوثيرميك أو إندوثيرميك إذا كان الهيت في اتجاه النواتج معناه هذا إكسوثيرمي إذا كانت الهيت في اتجاه الرياكتنس معناه هذا إندوثيرمي إذن هذا التفاعل قدامي أنه الهيت موجودة مع البروداكتس النواتج إذن هذا التفاعل exothermic reaction طيب exothermic reaction الآن لو أثرت على هذا التفاعل وزودت درجة الحرارة بتاعته شوي هذا التفاعل الآن زودت درجة الحرارة إذن التفاعل نتوقع أنه سير في اتجاه الforward ولا اتجاه الbackward أو بمعنى آخر في اتجاه الright أو في اتجاه الlift طبعا التفاعل سيسير في اتجاه الlift لأنه أنت زودت كمية الحرارة مدى ما زودت كمية الحرارة إذن كمية من الhf ستتفكك مرة أخرى وتعطيني h2 زائد f2 أي أنت التفاعل سيسير في اتجاه الlift أي في اتجاه تكوين الرياكتنز هذا التفاعل اللي هو طارد للحرارة exothermic سنأخذ التفاعل مص للحرارة endothermic reaction اللي يلاحظ في الendothermic reaction أنه كانت الهيت موجودة في اتجاه الlift الآن لو أنا زودت الحرارة زودت الحرارة في مثل هذا التفاعل لو زودت الحرارة معنى ذلك أنه حزيد كمية تاني اكسيدي كربون المتفككة وحاطيني مزيد من أول اكسيدي كربون من الاكسجين لأنه هذا التفاعل أساسا هو مص للحرارة وإذا أنت والله زودت كمان بكمية زيادة من الحرارة كمان أعطيته كمان كمية زيادة معنى أنه أنت حتشجع هذا التفاعل على التفكك من جديد لأنه حيختلي الاتزان حيتفكك من جديد لما نعيد مرة ثانية اللي هو الاتزان طب لو أنا الآن بردت هذا التفاعل هذا التفاعل رحت أنا بردته بمعنى قللت كمية الحرارة كمية الحرارة تتصور حيصير وين الاتزان طبعا حيختلي الاتزان وحيصير التفاعل في اتجاه اللي هو تقوين المتفاعلات أي في اتجاه الليفت تقوين المتفاعلات أي حيكون في اتجاه الليفت الآن البرشار تشينجز تأثير البرشار طبعا شان أثر على التفاعل معين كيميائي في حالة الزان أثر عليه البرشار لابد أن يكون هذا التفاعل أول حاجة يكون غازي الشيء الثاني لازم تكون عدد المولات في الطرفين مختلفة عدد المولات في الرياكتنس تختلف عن عدد المولات في البرودكس إذن هنا عدد المولات مثلا ثلاثة هنا عدد المولات اتنين إذن البرشار بيأثر على هذا التفاعل ليش؟ لأنه عدد المولات ما بين الرياكتنس والبرودكس اختلفت إذن معنى ذلك هيصير هنا في عندي ما يسمى إيش تأثير على تأثير البرشار على هذا التفاعل طبعا لو كان هنا الرياكتنس اتنين مول وكانت البرودكس اتنين مول إذن هذا التفاعل لا يتأثر بالضغط هذا التفاعل لا يتأثر في الضغط إذن عدد المولات هنا اتنين وواحد اكستوجين هي ثلاثة عدد هنا اتنين مول وأما التفاعل الأول يتأثر في الضغط لاختلاف عدد المولات ما بين المتفاعلات والنواتج حسب قاعدة الاشتراكة Principles بدنا نشوف هذا الكلام How will the gas face How will the gas face equilibrium How will the gas face equilibrium الآن حنطلع على هذا التفاعل هذا التفاعل في حالة اتزان هذا التفاعل طبعا زي ما تشايف Endothermic Reaction هذا التفاعل هو بدي أثر عليه بأربع مؤثرات الأول حاجة Removal of Hydrogen H2 زلنا الhydrogen H2 مرة تانية ضفنا له Carbon Dysulfite المرة الثالثة زدنا Temperature المرة الرابعة زدنا Volume للكنتينر أي جللنا البرشر حنشوف إيش التأثير لكل واحدة من عضلة الآن لو أنت مثلا Removal of Hydrogen أنا زلت الhydrogen هاي الhydrogen هنا زلته إذن اختل الاتزان هذا التفاعل اختل الاتزانه إذن حيعيد الاتزان من جديد إيش هيعمل حيعوض كمية الhydrogen اللي فقدناها وبالتالي حيصير مزيد من التفاعل يتفاعل الميثان مع الhydrogen sulfide مزيد من التفاعل عشان ينتجر الhydrogen من جديد أي أن التفاعل يصير في اتجاه الright أي أن التفاعل يصير في اتجاه تكوين البروداكتس هذا الكلام اللي هو موجود عندي هنا إذن هنا حيعمل replication للhydrogen الموجود إذن حقول أنه التفاعل shift to the right shift to the right التفاعل shift to the right طيب لو أنا الآن عملت addition لCS2 زودت الCS2 إذن هذا الانتزان اختل طيب والكمية هذه زادت إذن معنا ذلك الكمية زادت حتروح تتفاعل مع الهيدروجين عشان يرجع ويعطيني برووداكتس إذن حيصير التفاعل في اتجاه اللي فت إذن shift to the left طيب لو أنا زودت increase درجة الحرارة زودت درجة هو هذا تفاعل ماصر للحرارة طيب أنت زودت حرارة يعني زيادة الخير خيرين إذن أنا زودت الحرارة معنا ذلك أنه التفاعل حيصير في الاتجاه الطردي أي في اتجاه الright إذن حيصير to the right حيصير to the right the last one إنه أنا الآن الـ volume هذا زودت الـ volume تاع محيط التفاعل هذا محيط التفاعل الكنتينر تاعه بدلا ما يعني زودته الحجم أكبر ممعنى أنه أنا قللت الضغط لما أقلل الضغط إيش هيصير system shift to the right system shift to the right وهذا الكلام يعني طبعا ينطبق على باقي اللي هو المتفاعلات هذا المثال أيضا ممكن تحله وشوفه بشكل واضح الـ الإدشن of catalyst الـ catalyst cannot change لاحظ cannot change the position of an equilibrium يعني لا يؤثر على موضع الاتزان الكيميائي ليش؟ لأن لأن الكاتاليست الفونكشنز بتاعته لورينج اكتيفاشن انيرجي فور اي بيعمل سبيد للبوث فورورد او باكورد او فورورد او ريفيرس اذا هو فقط تأثيره على السرعة معدل السرعة وليس تأثيره على موضع الاكوليبريم كونست ليس على موضع الاكوليبريم لكن بأثر على السرعة لذا لا يوجد افكار على الموضع الاكوليبريم وعندما الوصول اكتيفاشن اي نجد الاكوليبريم بيستبعي مرحباً من اذا كان الكاتاليست وإلى هذا الحد نكتفي وبنهاية هذا الشبطر اشتركوا في القناة